هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي بنسمع كتير عن أمراض عن علاجات لإله وجع راس، رشح، بناخد دواء بنفكش إجرنا بنروحاً معالج فيزيائي بس شي مرة سمعتوا عن مشاكل وأمراض الصوت بتعرفوا كيفينا نعالجن أو إذا أصلاً إلن علاج مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكن ببودكاست بوسمة صوت أنا ماريران أيوب، اختصاصية بعلاج الصوت وأنا كريستينا كيروس، مغنية ومدربة صوت بحلقة اليوم، رح نكون عم نحكي عن مشاكل وأمراض الصوت وعن العلاجات المتوفرة لهالمشاكل ماريران، أنت معالجة صوت هيدا مجال كتير قليل تنسمع عنه ويمكن في كتير أشخاص ولا مرة سامعين فيه وما بيعرفوا عن مزبوط شو هو ليه في اختصاص اسمه علاج الصوت؟ يعني شو ممكن يصير لصوتنا تيحتاج للعلاج؟ مشاكل الصوت ممكن تكون مشاكل كتير بسيطة وممكن كمان توصل لمراحل متقدمة وتوصل حتى لفقدان الصوت بالكامل من هيك فيه معالج صوت تيكون عم بيتدخل وقتا يصير في عنا مشاكل تيساعد الشخص أنه يسترد صوته ويقدر يضل يتواصل مع محيطه إذا بدنا نقسم مشاكل الصوت فينا نكون عم نقسمهم لقسمين القسم الأول من مشاكل الصوت هن عبارة عن تغييرات بتصير بنوعية الصوت ممكن نسمع بحة ممكن نسمع خشونة ممكن نحس أنه الصوت عم بيختفي مسلا بينص الكلمة بيرجع ممكن نقول أنا أنه في عندي تعب في عندي وجع بمنطقة الحنجرة بحس بدأ أعمل مجهود تكون عم طلع صوته وفي حتى أشخاص بيجوا بيقولولنا أنا ماني بقى قدر أحكي عشية بس أصل على بيته لأنه إليه كل نهار أنا عم بشتغل ووقتها نحن عم نعمل الفحوصات اللازمة منشوف أنه ما فيه ولا أي تغير بأوتار الصوت وهن بس هيك مثل أشير عم بيقولولنا أنه نحن عم نستعمل صوتنا بطريقة غلط أو عم نستعمل صوتنا لوقت كتير طويل وحتى فينا كمان بهيد الفئة أو هيدا القسم نكون عم نحكي عن مشاكل الصوت مثل البيوبرفونيا أو وقتها الصوت ما بيرجل على عمر المراهقة مع أنه الأوتار والحنجرة وكل الأعضاء يلي بحاجة نحن لقلة نطلع صوتنا هي موجودة وسليمة وعم تشتغل بطريقة صحيحة القسم الثاني هو المشاكل يلي بتنتج عن تغير عضوة بأوتار الصوت نحن منقدر نشوفه ممكن يصير عنا شلل بواحد من أوتار الصوت ما بقى بيتحرك ممكن الوترين يكونوا عم بينشلوا والاتنين ما بقى يتحركوا في عنا كمان مشاكل مثل وقتها بيصير عنا نوديول على أوتار الصوتية أو اللي منسميهم بالعربة عقيدات الأوتار الصوتية اللي هنه مثل حبتين صغار بيطلعوا على كل الوتر وبيصير بيمنعوا أنه هيدول الأوتار الصوتية يسكروا على بعضهم بالكامل وهون كمان رح نكون عم نلاقي أنه في بحة بالصوت في خشونة ما بقى بقدر إطلع على التبقات العالية سوأكيد رح يترافقوا هول التغيرات العضوية مع تغيرات بنوعية الصوت وفي عنا كتير إشياتين ممكن تبين كمان على الأوتار مثل بوليب أو اللي هو مثل كيس صغير فيه دم لأنه في أحد الشرايين كان عم بينزوف فيه يلاقي أنا كمان بس هيك كيس على أوتار الصوت بنا نشيله فيه يكون صار عنده تغير من بعد ما أنا خاصة منشوفها عند الأشخاص يلي بيكونوا بالكومة أو بيكونوا بيغيبوبة بالمستشفى ونحنا منضطر نضعهم على جهاز التنفسي دونك فيكون فيه مثل هيك تيوب أو أسطر عم بيقطع بين أوتار الصوت وقتا نحنا رح نرجع نشيله ممكن كمان يبين عنا شي اسمه جرانولوم اللي هو هيك مثل حبة عم تطلع على أوتار الصوت لأنه كان فيه شي عم بيدق فيه وهو عادة ممنوع يدق فيه ولا أي شي وممكن كمان يكون عنا سرطان بأوتار الصوت وممكن هذا السرطان ينتقل للحنجرة من ميلة الأعلى أو من الميلة الأوطى وحتى ممكن ينتقل للمريء ويكون عم بيأثر على كل هيدا المنطقة يمكن ولا مرة فكرنا أنه هل قد فيه مشاكل أو أمراض بتسيب الصوت بس مين أكتر أشخاص معرضين أنه يصير عندهم مشاكل بالصوت حيالة شخص مننا معرض أنه يصير عنده مشاكل بالصوت وعلى حيالة عمر بس فيه أشخاص معرضين أكتر من غيرهم مثلا أول فئة هي أو الأشخاص يلي بيستعملوا صوتهم كوسيلة أساسية بشغلهم إن كانوا مغنيين، ممثلين، معلمين، محامية، مزعين وكتر غيرهم وكمان فيه فئة تانية وهيدي خبرية بشعلة يلي عم بيسمعونا وبيدخنوا الأشخاص يلي بيدخنوا بيزيد الخطر أنه يصابوا بتغيرات بالصوت وكمان بيزيد الخطر بنسبة كتير كبيرة أنه يصابوا بسرطان الأوطار الصوتية لا سمح الله أو سرطان الحنجرة الدخان بجميع أنواعه مدرب الصوت وممكن يؤدي لمشاكل كتير كبيرة فجربوا تجنبوا تدخنوا وتجنبوا كمانا تكونوا موجودين بمطارح في أشخاص عم بتدخن حواليكم خاصة إذا كنتوا voice professionals يعني بتستعملوا صوتكم كتير وتتكلوا على صوتكم بنتاق شغلكم هلا حكينا عن مشاكل الصوت بس ماريران خبرينا شوي أكتر كيف منشخص هالمشاكل نحن وقتا رح نلاحظ أنه فيه تغيير بصوتنا أو مثل ما كنت عم بقول قبل يمكن عم نحس تعبنين بدنا كتير نعمل مجهود ما عم نقدر نحكي بطريقة صحيحة هون ضروري أنه نحن نتوجه لعند طبيب الأنف والحنجرة والأذن يلي هو رح يعمل أكيد رح يسأل أسئلة يشوف شو بتشتغلوا قد أنتوا عم تستعملوا صوتكم بس كمان بزيت الوقت رح يعمل مثل نضور يعني بيفوت كاميرا صغيرة من قلب المنخار أو من قلب التم وبيوقف بمطرح تا يقدر يقشع ويتطلع على أوطار الصوت رح يقدر يشوف إذا هالأوطار أول شي عم تتحرك بشكل صح أي أو لا ورح كمان يقدر يشوف إذا هيدول الأوطار مناح أو في تغيرات عضوية مثل ما ذكرنا قبل شوي عم بتبين عليهم ببعض الأحيان كمان ممكن أنه يطلب فحوصات زيادة ممكن يطلب صور شعاعية ممكن يكون عم ياخد خزعة ويبعثها للتحليل أو ممكن يكون عم يطلب كمان فحوصات عامة ليقدر يحدد عن جد شو هي المشاكل يلي عم نعاني منا التشخيص عند الطبيب لحاله منه كافة فيه كمان دور بيلعبه اختصاصة بعلاج الصوت يلي رح يعمل تقييم للصوت اللي حكينا عنه بالحلقة الماضية بهذا التقييم الأكيد المعالج رح يكون عم يسأل الشخص عن كل شيء له علاقة بصوته عن سمعه إذا عنده أمراض إذا فيه أدوية هو ممكن ياخده وبتكون عم بتأثر على الصوت قديه هو عنده سترس أو توتر بحياته كم ساعة بيستعمل صوته خلال النهار إذا كان بيغني إذا كان بس بيحكي وبذات الوقت رح يكون عم يعمل تسجيلات للصوت بعديد ظروف رح يطلب من الشخص أنه يحكي رح يطلب من الشخص أنه يقرأ رح يطلب من الشخص يعمل إشياء خاصة بالتنفس وممكن كمان إذا كنا عم نتعامل مع مغني نطلب منه أنه يغني وهيدول التسجيلات كلها منكون عم نحللها لنلاقي بالأرقام نحنا شو عنا قدرات صوتية وشو الإشياء يلي مأثرة تنقدر كمان نشخص بي طريقة صحيحة ونكون عم نساعد الشخص تنوصل نحنا وياه لخطة علاج نقدر نستخدماته هو يرجع يكون مرتاح وعم بيستعمل صوته بشكل صحيح إذا لاحظتوا تغيير بصوتكم ومستمر لأكتر من جمعتين ضرورة تتوجهوا عن طبيب الأنف والحنجرة والأذن لتعرفوا السبب وتبلشوا بالعلاج بأسرع وقت ممكن إذا كان فيه ضرورة ماريران خابلينا شوي أكتر شو هي العلاجات يعني نحنا إذا عنا مشكلة بالصوت خلاص ناخد ضوة ومنسترد صوتنا وبيمشي الحال أكيد لا لأنه مشاكل الصوت في عندها ثلاث أسباب لا تبين أو أنا عم بستعمل صوته بشكل غلط إن كان بالحكة أو بالغنى أو أنا عم بستعمل صوته لوقت كتير طويل أو أنا ما عم باهتم بنظافة الصوت أو الفوكالهايجين بشكل صح إيان بيكون عندي سبب واحد إيان بيكون عندي كذا سبب ليه عم بفسر عن الأسباب لأنه إذا أنا عم بستخدم صوته بشكل غلط حتى لو أخدت ضوة أنا ما رح أقدر كون عم بحل مشاكل الصوت لازم أتعلم كيف استخدم صوته بشكل صحيح حتى أنا أقدر كون عم بشي للسبب يلي وصلنا لهذه المشكلة وأقدر كون أنا عم بحلة هلأ العلاجات بتنقسم في بعض الأحيان مثل مثلا إذا أنا بس عم بعاني من تعب إذا بس عم بحس بوجع بجهد أو مثل بحالة البيوبرفونيا هون نحنا بس منعمل جلسة علاج تنكون عم نعلم الشخص كيف يستعمل صوته بطريقة صحيحة ونعطي بعض النصايح العلاقة بنظافة الصوت مثلا ما يريح صوته يمكن لازم يشرب ماء أكتر يمكن لازم يقسم وقته بشكل صحيح هيدا هوني بس منكون عم نعمل جلسات علاجية في حالة تانية مترح ما نحنا مجبورين نلجأ لجراحة مثل مثلا بحالة البوليب حتى لو نحنا عملنا جلسات علاجية هيدا البوليب أو الكيس يلي نوجد أو يلي بيّن على أطار الصوت ما رح يختفي لحاله نحنا مجبورين نستقصله بجراحة بس بزيت الوقت لازم نكون عم نعمل جلسات علاجية نعملها قبل وبعد الجراحة قبل الجراحة لنحضر المريض يعرف شو رح يصير بوقت الجراحة وكيف هو بده يقطع هالجمعة أو العشر تيام بعد الجراحة لأنه بأغلب الأوقات يمكن يكون ممنوع يحكي تيكون الجرح عم بيطيب وعم بيلحم بس كمان بزيت الوقت لازم نكون عم نمهد المريض ونقل له ليش هو صار معه هيدا البوليب أو ليش بيّن هيدا الكيس تما يرجع يتكرر هيدا إجمال عم بيبين وقتا أنا بكون صرخة صرخة كتير قوية فلازم نكون عم نشتغل مع المريض لا يعرف كيف يستخدم صوته كيف يقدر يود صوته بلا ما يكون عم بيصرخ ويكون عم بيقزي حاله من هيك منبلش قبل الجراحة ومنكمل كمان من بعد الجراحة وهيدا يلي كمانا منشوفه وقتا نكون عم نعالج سرطان الحنجرة أو سرطان الأوتار السوتية لأنه ببعض الأحيان إذا كان السرطان منتشر ونحنا ترينا نستقسل بالجراحة كل الحنجرة الشخص ما بقى رح يكون عنده صوت فهوني ممكن نلجأ لبروتاز أو هيك مثل جهاز صغير منكون عم نوضعه بجسم المريض يعني بمطرح مكانة الحنجرة وقريب على المريض تا يرجع هو يستعيد صوت آخر يقدر يستعمله تا يقدر يتواصل مع محيطه الآن فينا بعض الأحيان نعطي إدوية بس هيدا الإدوية ما رح تكون لتشيل مشكلة الصوت نعطي الإدوية مثل مثلا بحالة الأسد جيفلاكس أو إذا المريض عنده حمودة عم تطلع وهيدا الحمودة كتير عم بتكون عم تزعج أوتار الصوت وعم بتخليه يحس بيطعب ومجهود وأنه في شيء ع أوتاره وكل الوقت بده يعمل أحم أحم ويشيله فهوني منعطي الدواء تايخفف من الرفلو أو من الحمودة يلي عم تطلع وبذات الوقت منشتغل مع المريض تايكون عم يستخدم صوته بطريقة صح ويكون عم يهتم بين أضافة الصوت بشكل جيد كريستينا في فكرة كمانا كتير مهمة يلي هي إنه كتير ضروري نشخص مشاكل الصوت ونكون عم نبلش بالعلاج مش بس لأنه طبيا رح نكون إنه عنا مشكلة أو مرض بس فيه نفسي كتير كبير وهون كتير ضروري إنه نشتغل مع الأشخاص يلي عندهم مشاكل صوت فسريلنا شوي أكتر مزبوط متل ما دايما منقول صوتنا هو مريتنا وهالشي تعلمتم من معلمتي بالموسيقى كتير مهم نتذكر إنه الصوت رح يتأثر بحيالة حالة عم نعيشه وحيالة شي نحنا عم نحسه فمثلا إذا في حدا عم بيعاني من مشكلة بصوته ممكن يوصل لمرحلة إنه يبطل بده يحكي أو يتفاعل مع العالم وينعزل لأنه رح يسأله ليهك صوتك أو شو ساير معك فبده يخفف من كل هالأسئلة ويقرر إنه ينعزل متل تاني فيه يكون شخص كتير بيحب يمارس هواية الغنى أو المسرح وبده يروح مثلا كارا أوكي وكمان ما يقدر يعمل هالأسس ويغني برياحه فهالشي كمان رح يأثر على نفسيته حتى من ناحية تانية مشاكل الصوت ممكن تأثر على مدخول الإنسان يعني خاصة إذا كان شخص بيستعمل صوته بشغله مثلا محامة أو معلم أو أستاذ ممكن هالشي يأثر على صوته إنه ما يقدر بقى يحكي لساعات طويلة أو ما يقدر يستعمل صوته بالطريقة يلي بتريحه وبطريقة يلي هو لازم يستخدم فيها هالصوت بما إنه عنا كل هالمشاكل يلي ممكن تنتج عن أمراض الصوت كتير مهم إنه ندخل بأسرع وقت ممكن لأنه شفنا كيف رح تأثر على نفسيتنا وقدامهم ما يوصل الشخص للإنعزال أو يخسر شغله بس مرينان في أسباب تانية كمان وإلى كتير علاقة بشئ الطب فخبرينا شوي أكتر عنا في عنا بعض الأمراض مثل مثلا شلل الأوتار الصوتية بهذه الحالات نحن لازم نتدخل بأسرع وقت ممكن تنكون عم نحصل على نتيجة جيدة من خلال العلاج بس كمان بهذه الحالات حياة الشخص بتكون بخطر يعني أنا إذا عندي شلل بالأوتار الصوتية غير إنه صوت ممكن يتأثر وحسب أكيد نوع الشلل وقديه إذا هو بس لوطر واحد أو الوطرين مشلولين رح يكون عندي مشاكل بالبلع يعني أنا وقتها أكل ممكن تشردق لأنه أوطار الصوتية ما بقى عم تقدر تسكر وتأدي دورة الأساسة يلي هو إنه تحمل رواية وممكن يكون أنا عم بينزل أكل أو ماي أو كل شي عم بشربه على الرواية أعمل التهاب وموت من وراء هيدا الالتهاب فبهيدا الحالات كتير ضروري نتدخل بأسرع وقت ممكن قبل ما حتى نشتغل نحنا على الصوت رح نكون عم نشتغل إنه نتأكد إنه هيدا الشخص قادر يأكل بطريقة ما بتعرضه للخطر وحتى ببعض الأحيان إذا الأوتار مشلولين بوضعية مسكرة نتأكد إنه هيدا الشخص قادر يتنفس بطريقة صحيحة وما يكون عم يتعب أو حتى يحس إنه منه قادر مثلاً يطلع على الدرج لأنه مش قادر بقى ياخد نفس فهيدا واحدة من الحالات الحالة الثانية هي كمان وقتاً بيصير عنا سرطان بالأوتار الصوتية السرطان رح يكون عنده أشاير رح نعرف يمكن من تغير الصوت يمكن حسبي وجع إذا منروح عند الطبيب ومنعرف إنه صار فيه تغيرات ممكن ضغرين نكون عم نبلش بالعلاج يعني إذا ممكن السرطان يكون على وطر واحد أو ممكن يكون على الوطرين نقدر نحنا بعملية بسيطة نكون عم نشيله بس إذا نطرنا لوقت أكتر ممكن يمتد على كل الحنجرة ونصير نحنا مضطرين نشيل الحنجرة بالأكمل ونشيل أوطار الصوت ويبطل نحنا عنا أصلاً صوت تنقدر نكون عم نعالجه ونصير عم نضطر نستعمل الأساليب الثانية مثل اللي حكينا عنا قبل شوي من هيك كتير ضروري إنه أول ما نعرف أو نحس إنه في شي منه مزبوط أو صوته منه مثل العادة نروح عند الطبيب لأنه بأغلب الأوقات المشكلة كتير بسيطة وعلاجها سهل وبسيط تا ما ننطر وتصير متطورة أكتر والعلاج أصعب ونتيجه ما تكون منيحة مثل إذا نحنا رحنا من الأساس وصلنا لفقريت سؤال الأسبوع ريمة عم بتقلنا إنه من هي وصغيرة بتسمع إنه العالم بتقلها إنه صوتها حلو كيف ممكن اشتغل على صوته واستفيد منه؟ فينا نستفيد من صوتنا بعد الطرق إن كان بالغنى أو بالحكة إذا بنروح على شئ الغنى فيها تبلش تاخد دروس وصفوف بالموسيقى وبالغنى مع مدرب صوت وتستكشف صوته أكتر شو هو مدى الصوت إذا فيها تطلع وتنزل بصوته فيها مثلا إذا بتحب الـ Voice Over أو إنه تعمل مثلا دعايات على الراديو أو حتى تقلد أشخاص فيها كمان تاخد صفوف لهالشي وتقدر تستكشف صوته أكتر وتقدر تشتغل بهالمجال لأنه كتير كتير فيه أسس مهدومة فيها تطلع من بهالمجال حتى على المستوى الشخصي والعمل صوتنا كتير ممكن يفيدنا بأسس إذا مثلا كنا نحنا عم نجرب نبيع شغلة أو نبيع منتج لشخص فينا كتير بنبلة صوتنا مثل ما كمان حكينا بالحلقة المادية نقدر نستفيد من هول الأسس لنخلي أو نقنع الشخص اللي عم بيسمعنا إنه ياخد أو يشتري هالمنتج من طريقة نحنا كيف عم نوصل المساج تعرفي كريستينا كمان كتير فينا نستفيد من صوتنا إن كان بعلاقاتنا الشخصية أو حتى العملية لأنه كتير بيأثر كيف أنا بستعمل صوت وبستخدم النبرة تقنع الشخص يلي مقبيلي إذا كنت بشغل بدي بيعه منتج معين أو بدي حتى اقنعه بفكرة معينة وحتى بعلاقاتي الشخصية يعني العلاقة بين الأم والولد العلاقة مع الأشخاص الشريك كيف أنا بكون عم بوصل له أفكاري ورسالتي بأي نبرة صوت أنا ممكن كون عم بقدر أثر عليه سلباً أو إيجاباً فكتير مهم إنه نطور صوتنا ونشتغل عليه تناعرف بأي كونتاكست أو أي ظرف أنا كيف بدأ استعمل صوتي إذا هوني لازم أكتر عم بكون في حنية بصوتي إذا أنا لازم أكتر جدية إذا أنا لازم أكتر عم بات وهرة أو أنا عم فرج الشخص يلي مقبيلي إنه أنا عندي سقة بهيد الفكرة واللي عم بيقلك يه هو مظبوط وأنت ما رح تكون خسران إذا أنت تعملت معي قبل ما ننهل اليوم حاب أذكركم متل ما منهتم بأكلنا ولبسنا وجسمنا صوتنا بحاجة لنفس الاهتمام لازم نريحه نعطي الانتباه والأهمية يلي هو بحاجة لإله لهو بدوره يقدر يساعدنا نعبر عن حالنا وعن وجودنا بهدنا لهون منكنو وصلنا لختم حلقتنا شكراً لإلكن لأنه رفقتونا اليوم ما تنسوا تتبعونا على انستغرام اكووويسز مع ليران أيوب بوكري السينا كيروز بتلاقوا الرابط بصندوق الوصف أو ديسكريبشن باكس بعطولنا أسئلتكن وتعليقاتكن وما تنسوا كمينا تتبعونا بالحلقات اللي جاية عبر كل التطبيقات شتركوا بالبودكاست وشاركوه مع الأشخاص يلي بتعرفوها تنترافق سوا ونساعد كل شخص منكن أنه يخلق لحاله بسمي تسود اشتركوا في القناة